موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم علماء من حضر موت والعالم الذي سيشغل الحديث عنه حلقتكم هذه أو حلقتكم هذه هو الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس ولد بحريضة عام 1257 من الهجرة وفي إبان رضاعته أصيب برمد ذهب من جرائه بصره فتأثرت لذلكم أمه وأتت به إلى من سيكون شيخا له في مستقبل أيامه الحبيب صالح بن عبد الله العطاس أتت إليه تنتحب وتقول وهي تبكي ما نصنع بولد أعمى فدعا له وهدأ من روعها وقال له متفرسا أرجو أن يكون له في مستقبله شأن أو أن يكون له في مستقبله لشأن وما أن بلغت سنه الخامسة من السنوات تحدث عن هذه الفترة أن أول آية قد طرقت سمعه هي قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال سمعتها من شيخه الحبيب صالح قال وسني إذ ذاك خمس سنوات وهو ذاهب إلى الجمعة وكنت أتدحرج في طين ألعب مع الصبيان فقال لي اذهب إلى المسجد لتصلي الجمعة ثم تلى هذه الآية قال فعليقت بذهني أدخل إلى الكتاب ودرس وتعلم القرآن على المعلم فرج بن عمر بن سباح قال وكان هذا المعلم معتنيا بي فكان يكرر الدرس لي أربعين مرة يجعلني أكرره أربعين مرة قال وكان شديدا علي حتى من شدة اعتنائه بي وهو تحدث عن نفسه كما ينقوله عن ذلك عنه طلبته في الكتب التي ألفت في ترجمته قال وإذا تركت التلاوة رأيته في النوم معه عصا يهددني بها حتى بعد وفاته من شدة تعلقه بمعلمه الأول هذا ثم درس على علماء بلده منهم الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب صالح العطاس والشيخ العلامة عبد الله بن أحمد باسودان ثم نقل بعد ذلك إلى مكة ليطلب العلم على علمائها هناك وأول من التقى به هو شيخه مفتي الشافعية بمكة أحمد زيني دحلان فأمره أن يذهب أولا إلى المقرئ الحافظ الذي يقرأ بالسبع أو بالعشر القراءات أحمد السمنودي وهو من علماء مصر ومقيما بمكة حين ذاك فأقرأه القرآن وجوده عليه ثم أخذ السبع القراءات عنه قال وجودت الفاتحة عليه في ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر يتقن الفاتحة على شيخه هذا وما أن أتم القرآن بوجوه قراءاته إلا وعمل له في الحرم المكي حفلا وقرأ في هذا الحفل الذي حضره العلماء وطلبة العلم ووجوه الدولة قرأ آيات من القرآن فعجبوا لسماع صوته ولإتقانه لحسن صوته وللإتقان الذي كان يتمتع به عند قراءته للقرآن ثم خلع الإمام دحلان على شيخه المقرئ خلعة كمكافأة له على تعليمه للقرآن ثم أما الناس بالحرم المكي في صلاة التراويح أعني الإمام أحمد بن حسن العطاس ثم انفرد بالقراءة على شيخه وقرأ عليه العلوم الشرعية والعلوم اللغوية بل وأخذ يدرس عليه وعلى غيره من العلماء علوماً أخرى كالكيمياء وكالموسيقى وعلوم الأصوات قال وفي يوم من أيام البسط والأنس مع شيخي أسمعني سبعين نوعاً من أنواع الصوت والموسيقى هو أحمد زيني دحلان قال لكن ويخاطب الحبيب أحمد بن حسن يقول لي لا تخبر أحداً بذلك حتى لا يقول علمه الموسيقى وكان عالماً كذلك بالكيمياء ويميز الحجارة التي يستخرج منها الحديد في قصص رواها عنه من ترجم له وامتاز بسرعة الحفظ فقد حفظه ودرسه الألفية ابن مالك في النحو في شهرين ثم أخذ يحفظ بأسرع من ذلك فكان يحفظ خمسين بيتاً في يوم واحد على شيخه دحلان هذا وحفظ المنهاج وحفظ التنبيه في الفقه أيضاً كما حفظ الجامع الصغير برموزه وسبق أن حفظ الشاطبية وحفظ الألفية وحفظ بلوغ المرام وكثرت محفوظاته الحديثية والفقهية واللغوية فما من علم إلا وقرأه على شيخه هذا ثم أخذ أهله يرسلون إليه أن عد إلى حضر موت فكان شيخه دحلان يقول ماذا يريدون أهله به وهو كفيف البصر وآمل أنا أن يكون أعلم أهل عصره لما كثرت طلبات أهله سمح له بالعودة إلى بلاده ولم يعود إلى حضر موت إلا بعد أن مر على زبيت فأخذ عن علمائها واستجازهم فأجازوه ثم أخذ ينوع رحلاته من هنا إلى هناك داعيا إلى الله ومعلما ومفجها غيره في الدين سنستكمل ما تبقى من سيرة الإمام أحمد بن حسن العطاس بعد هذا الفاصل عودة من جديد لما كنا نتحدث عنه وهو سيرة عطيرة للإمام أحمد بن حسن العطاس تنوعت معارف هذا العالم فنفع غيره وانتفع ودعا إلى الله وأفتاء وسهل ويسر في فتاويه وكانت له منهجية خاصة في ذلك فكانت له منهجية خاصة في فتاويه فيسر على السائل مسائل الفقه ولقد كان يفتي العوام والبادية بأقوال ولو مرجوحة في المذهب بل كان يقول ما أدعى في المنهاج من القول المقابل للأظهر والقول المقابل للأصح والقول المقابل للصحيح كلها أقوال ينبغي العمل بها ومن فتاويه التي يسر فيها أمر الوضوء والغسل على البادية أن الماء المستعمل يجوز أو تجوز الطهارة به مرات وكرات إلى غير ذلك من المسائل التي كان يسهل بها على العوام خاصة ذهب مرة إلى مصر فالتقى بعلمائها واحتفى أولئكم العلماء به فقد أرسل شيخ الإسلام إليه أننا سنأتي إليك ونزورك فقال لا هو أولى بالزيارة وذهب إلى شيخ الإسلام فحضر أحد عشر عالما من علماء الأزهر ذلكم اللقاء وكان ممن حضر شيخ شيخ الإسلام الذي كان قبله شيخا للأزهر للشيخ محمد الأشموني فأخذ الإمام العطاس يقول له أدعو لنا وادعو للناس فقال هذاك الشيخ الناس نسوا الله فنسيهم فأجاب على التو العطاس قائلا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا فاستحسن الحاضرون سرعة البديهة التي أجاب بها على ذاك الشيخ ثم قدمت المائدة والمأدبة وكان الإمام العطاسي أعمى كما سبق أن قلنا وبدأوا يأكلون فقيل له أن الملعجة أمامك فقال يقول الإمام ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل المعنى متى ما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا فإذا كان بإمكانك أن تقول ضربتك لا يجوز أن تقول ضربت إياك فشبه يده بالضمير المتصل وشبه الملعجة بالضمير المنفصل وقال لا حاجة لي باستعمالها ما دام أن لا توجد ضرورة مسوغة لاستعمال الملعجة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل ذكر ذلك الشيخ أو الحبيب محسن ابن جعفر بونمي في رحلة دونها للإمام أحمد ابن حسن العطاس التي هي رحلة مصر وكان مما سمعناه من شيخنا العلامة السيد عبد الله بن محفوظ الحداد أن بعد ذات لكم الجلسة عقدت جلسة أخرى نقش فيها هل الأفضل الأكل باليد أو الأكل بالملعجة وتوصلوا إلى أن الأكل باليد أحوط وأنظف من الأكل بالملعجة غاية الأمر أنك تغسلها بنفسك وأمر الملعجة مجهول لا تدري كيف غسلت ومن غسلها وبأي طريقة غسلها كان كان يوظف الأبيات النحوية أو أبيات الألفية لما يصادفه من مسائل وقائع وفي يوم من أيام إجامته بالمدينة المنورة والشيء بالشيء يذكر أنه التقى بالشيخ محمد بن محمد العزب وفي تلكم الأثناء فرش المسجد أو الحرم المدني بالسجاد الرومي الذي مشبه بالشعر الجعد فقال الشيخ محمد العزب أنا لا أستطيع السجود على جعد الشعر هذا فأنشد قول ابن مالك في الألفية ووصل أل بذى المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر فقال له عسى أن استثنى من هذا فجاء الأمر السلطاني باستثناء محمد ابن محمد العزب وسمحوا له بإدخال سجادته القديمة إلى الحرم إلى الحرم المدني للإمام أحمد ابن حسن العطاس مكتبة عظيمة كان يجمع فيها كل كتاب يسمع به فما أن يسمع بكتاب طبع إلا ويشتريه وإن كان هناك كتاب خط يذهب ويبحث عنه ليتحصل على هذا الكتاب بل قد يستغرق السنوات في البحث عن كتاب واحد فقد ذكر مترجموه أنه كان يبحث عن تاريخ شمبل عشرين سنة إلى أن وجده بعد عشرين عاما ضمت مكتبته مجموعة من الكتب المطبوعة والضناء المخطوطة وألف هو كتبا منها كتاب تذكير الناس جمعه بعض طلابه من ما كان يمليه إملاءات من كلامه وله رسالة في معرفة الأوقات بالأقدام في حضر موت خاصة واستدرك في هذه الرسالة ما ذكره الإمام الغزالي في كتابه الإحياء من معرفة الفجر بغروب أو بطلوع القمر وذكر خلفا لما ذكره الغزالي وقال إنما ذكره الغزالي في إحيائه إنما يتناسب مع بلدان أخرى أما مع موقعنا في حضر موت فالمناسب لطلوع الفجر أنه يطلع الفجر مع غروب الشمس في ليس مع غروب القمر يطلع الفجر مع غروب القمر في ليلة ثلاثة عشر من الشهر أي إن القمر يغيب في حضر موت وفي جهتها ليلة الثالث عشر من الشهر مع طلوع الفجر وقال وقال في رسالته تلك إن القمر يطلع مع غروب أو مع طلوع الفجر يطلع القمر في ليلة السبع وعشرين من الشهر فطلوع وغروب في الثالث عشر مع أذان مع أذان الفجر استدرك بهذا ما ذكره ما ذكره الغزالي في كتابه الإحياء كانت وفاة الإمام أحمد بن حسن العطاس بحريضة في السادس من شهر رجب عام 1334 أسأل الله أن ينفعني وأن ينفع المشاهد بعلومه في الدارين وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ألتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى في برنامجكم هذا المسمى بعلماء من حضر موت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة